بعد انقطاع دامل عدة أشهر تعود شبكة المياه إلى الخدمة في مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرة اتشكلتها لك الشبكة عائقين أمام المواطنين بالحصول على مياه صالحة للشرب حيث وقفت خدمة المياه في الأحياء السكنية ما دفع السكان إلى شرائها من المحطات بمبالغ برتفعه كان النعاين من دفع المياه والآن الحمد لله من شروع الجديد وصلتنا لمياه ولم تنقطع كنا نشتري زفات المياه إلى البيوت بعد معانات طويلة من دوء انقطاع المياه عادت الخدمة مجددا هنا بعاصمة المحافظة بعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تأهيل شبكة مياه حديبو بتمويل من الصندوق الاجتماعي للثنمية مؤسسة المياه والصرف الصحي بسقطرة عملت على تحسين الخدمة من خلال سيانة جزء من الشبكة ويستبدال ما تبقى بأخرى جديدة تعمل على رفع وتريط الخدمة بالمحافظة من خلال تغطية احتياجات عدد من المناطق في المدينة مفاركة غريبة لا تحدث إلي في جزيرة سقطرة حيث تقع في المحيط الهندي لكن سكانها عاشوا عدة أشهر بلا مياه صالحة للشرب ويتمنون الآن أن لا تتكرر هذه المعانات محمود فتحي لقناة بلقيس